هل عشان مش كافي زي ما حضرك قلت ان هو ما زال التوصيق غير كافي هل عشان كده احنا كل سنة بيظهر لنا حاجات جديدة وتاريخ جديد عن انتصارات اكتوبر اكيد اكيد وده مهم جدا يعني احنا قلنا ياريت اي حد عنده شهادات يقولها اي حد عنده يعني رؤية او عنده احتكاج بالمعركة حتى من بعيد يقولها لان المعركة ما كانتش معركة الجيش بس دكاية معركة الجيش والشعب وبالتالي الشعب نفسه اللي عبد الناصر بعد 67 نبهه انه يكف عن التنكيط على الضباط وعلى الجنود الشعب نفسه بعد شوية هو الشعب اللي بدأ يدفع باولاده الى المعركة كان طرف اصيل في المعركة يقولوا من اولاده انه مايرجعوش اما شهداء او منتصرين جابين الناصر الولاد دول تاليخوا موجود الجنود بقى قال للأسف بقى قليل جدا ونادر جدا اللي كتب يعني انا ما حكيت مرة انه احد جنود حرب اكتوبر اتصر علي معتلي جواب بالبريد اه هو كان بيشغل اه في مسجد في بنها وهو قال لنا انا مش عايز حاجة انا عايز احكيلك بس اه دوري في الحرب اه اللي محدش يعرفه يعني وبدأ يحكيلي اه في الجواب اه بعض الامور اللي هو قام بيها هو شخصيا هو زميله وكنت سعيد جدا بدا بس انا زاوية مهمة جدا طبعا طبعا يعني على فكرة ديان قال المفاجأة في حرب تلاتة وصفين هي الجندي المصري والروح وهو هو الانتقم هو الثقر بالفعل فالكتابات الحقيقة يعني احنا جمعنا شهادات القادة وذكراتهم لكن بنجد عند الكتابة ثغرات الثغرات دي موجودة في يوميات الحرب اللي مفروضة اذا ما كانتش تضر بالامن القومي المصري ممكن الافراج عنها ممكن تكوين فريق علمي اه اشتغل على هذه الوسائق وهذه اليوميات وطلع لنا مجلدات فيها كل التفاصيل واحنا مرور خمسين عامة على حرب اكتوبر لا يوجد ما يمنع ابدا انه حتى اذا كان وقع اخطاء احنا مفيش منع ابدا ان احنا نسجل هذه الاخطاء مفيش حاجة بتتمي بدون اخطاء قبل ما اتكلم عن دور مين المسؤول عن التوسيق هل الحروب عموما بيتم توسيقها بشكل كامل مرة واحدة هو طبعا احنا مصادرنا في كتابة التاريخ مصادر متعددة لكن اهم هذه المصادر هي الوسائق غير المنشورة والوسائق المنشورة للحروب هنا بتكون في وزارة الدفاع او وزارة الحربية فيجب انه يتم الافراج عنها بدل ما انا كباحث اروح ابحث في الارشيف الاسرائيلي مثلا او اقرأ الرواية الرسمية الاسرائيلية عن حرب 73 احنا بنعمل كده او ألجأ للارشيف البريطاني وشهادة السفير اللي هنا عن وقاع الحرب اذا كان هو قرب منها او قرب من الشعب وكتب لي وزارة الخارجية او الامريكي كذلك انا علشان نعرف استادات ما خدش القرار بسرعة عليه ما كانش قدامنا غير الوسائق الامريكية وبعدين ظهرت مذكرات حافظ اسماعيل قسشار الامن القوم المصري وهو بقى اللي فوضح لنا وطبعا مذكرات تينيريكي سينجر اللي وضح لنا انه فيه اتصالات سرية وان استادات كان عايز يحل بالسلم ويكره اسرائيل انها تتراجع مرة تانية ويكي سينجر خزله لحد اخر جلسة مفاوضات اللي كانت في بريس لما نعرفش ده من محاضر من الاتصالات التليفونية مثلا بين كي سينجر وبين السادات طب ما تفرج عنها هم افرجوا عنها في امريكا طب احنا ليه ما نفرجش عنها اذا كان هو افرج عنها في امريكا مكتبة كي سينجر فيها الاتصالات العادية مع حافظ اسماعيل واللقاءات مسجلة وفيها كمان الاتصالات التليفونية على اقل دي توضح لنا دور الولايات المتحدة الامريكية الحقيقي بقى من خلال هذه الوثائق ووجهة النظر المصرية رفضا او قبولا لما كان اطرحه وزير خارجية ومصر الشر الامن القوم الامريكي هو حتى كي سينجر يعني مؤخرا اعترف ان الولايات المتحدة حولت منع هذا النصر بكل الطرق هو قال كده هو قال انه كفاية ان اسرائيل تزوقت مرارة الهزيمة قال كده ولكن لا يصبح لمصر ان تستكمل بقى نظر اسرائيل او كذا لا هو طبعا احنا عندنا مشكلة في الافراج عن الوثائق اه صحيح فيه وثائق تخص الامن القوم الامريكي وعلى فكرة كل الدول كده يعني انجلترا بتعمل كلوز على الوثائق اللي ممكن تهدد العلاقات بين الدول يعني 67 مسلا وثائقها كلها بالنسبة لبريطانيا مش مفرج عنها مقفولة افرج عن جزء وجزء عمل عليه كلوز اه افعل عليه اه ما عندناش مانا بس نفهم بقى ان ده عشان الامن القوم لكن الوثائق العادية بعيدة اه بالضبط بعيدا عما يتعلق بالامن القومي وحضرتك كنت بتقول لي قبل الهوى انه ده مهم جدا لانه فيه تشويه